وصلت جمعية الأرمان في محافظة بن سويف أعمالها في إعادة تأهيل المنازل بمركز ناصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواصل جمعية الأرمان في محافظة بن سويف إعادة تأهيل وتطوير 135 منزلا بمركز ناصر عمل محارة داخلية وخارجية عمل سباكة توصيلات سباكة توصيلات كهرباء دهانات داخلية وخارجية تركيب سراميك النهاردة بنقول ان دي وحدة وحدة متكاملة بتتعمل تشتباط على المفتاح دي بتبقى مجانا تماما بدون اي دفع اي تكاليف من الاسرة او من المواطن ان شاء الله بنقول احنا مكملين ودايما مزيد من الاعمال ودايما جنب اهلين الاسر الاولى بالرعاية قبل اعمال اعادة التأهيل كانت ارضية المنازل ترابية وكانت حوائطها محمولة بالبوص فشملت عملية اعادة التأهيل محارة المنازل من الداخل والخارج وتعريش الاسقف بأوروق والواح خشبية وطبقة خرسانية احنا بيتنا كان بالعبش والبوص وكنت يجي الشيطة عليا كانت الدنيا بتمطر وما كناش بنعرف نروح فين وكان يجي الصاب برضو الجو حر وبيبقى الدنيا وحشة خالص بيدي كان بالعبش والجريد والبوص كان بيلم معنا وغش وعرف جاتنا جمعية الرمان والتحالف وعملونا البيت وزبطوه الله يبرك لهم يا رب ربنا يخليك يا سيدة الرئيس هو اللي عدل لنا البيت بيتنا بقى نضيف ونقدر نعطف أعمال التطوير والتأهيل شملت كذلك تركيب الأبواب والنوافذ ووصلات داخلية لمرافق المياه وتركيب الكهرباء ودهانات للمنازل بالكامل وتشطيب الأرضيات وسربيك الحمامات والمطابخ وذلك كله في إطار دور التحالف الوطني لتوفير المساعدة للفئات الأكثر احتياجا والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم